السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تلاميذ الأعزاء أني جيتكم بالخبر اليقين اللي صرح به هالخطرة ما صرحت به لا نقابة لا قناة لا جريدة وصرح به وزير التربية والتعليم الجزائري وش قال الوزير التربية والتعليم نبدأ بهذا السبع نقاط لذكرهم نبدأ أول نقطة وزير التربية والتعليم مواجعة لا وجود لسنة بيضاء أول شي مكاش سنة بيضاء ثاني شي وزير التربية هناك تقدم في تنفيذ البرامج في المراحل التعليمية الثلاثة التي دامت إلى غاية 12 مارس 2020 يعني أنتم غريبتوا حتى 12 مارس 2020 وزير التربية أيضا أنه يقول فترة الفصل الثالث في السنة الدراسية محددة بأربع أسابيع على أقصى تقدير يعني لكم راحين تدخلوا وتقرؤوا لمدة شهر وزير التربية يقترحوا على جمعية أولياء التلاميذ تقليص الفترة الزمنية الخاصة بالفصل الثالث والتي على أساسها يمكن استئناف التدريس يعني هنا وش راو يقول لهم راو يقول بالنسبة لأولياء التلاميذ راح يقلصوا في الفترة الزمنية الخاصة بالفصل الثالث ما لا بليش أسكوا هنا راح يقلصوا ممكن في بلاسة ساعة يقرؤوا 45 دقيقة ولا يقرؤوا نص ساعة المهم وزير التربية يقترحوا تحديد آخر آخر تاريخ يستحيلوا بعده استئناف الدراسة في حالة تمديد إجراءات الحجر وزير التربية وش أقترح؟ أقترح آخر تاريخ معانتها يعني يستحيل يعني قال الماكسيموم شعل ممكن وقتاش تستحيل في القراية وزير التربية يقترحوا إجراء التقويم البداغوجي باعتماد على نظام تعديل التعلمات يعني هنا راح يكون تقويم بداغوجي وزير التربية ضرورة التشاور والتفكير سويا فيما يمكن توقعه فيما تبقى من السنة الدراسية الجارية وكيفية تنظيم الامتحانات يعني راح يكون فصل الثالث للمدة التاع ورح تكون فيها شهر معانتها أربع أسابيع ورح يكون امتحان نهاية السنة ورح يكون أيضا امتحانات المصيرية اللي هي الباكلبيم والسانكيا يعني كان هذا صرح به وزير التربية الجزائري راني نقول وزير التربية الجزائري ما صرح به لا جمعية أولياء تلاميذ لا يعني لا نقابة لا أساتذة ولا شيء هذا تصريح من عند وزير التربية والتعليم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلى أكثر تفاصيل أخرى إن شاء الله في فيديو آخر ترجمة نانسي قنقر